السلام عليكم إزايكم سنة جديدة سعيدة على حضرتكم كل عام وأنتم بألف خير ربنا إن شاء الله يحقق لكل واحد اللي بيتمناه مع بداية السنة الجديدة شيرين عبدالوهاب طلت مع إسعاد يونس في ليلة رأس السنة حاجة تفاصيل لأول مرة تمان إعترافات على حسام حبيب يا ترى لسه متجاوزين بعد ما حلم بكر أشعل كل مواقع التواصل الاجتماعي وقال هما ما اطلقوش أصلاً وكل ده حوار علشان تمثيلية يعني علشان طبعاً يتشهروا أكتر أو يروجوا لأغانيهم الجديدة لكن استوقفنا طبعاً كلام بنت شيرين عبدالوهاب اللي اتكلمت عن حسام حبيب في تفاصيل لأول مرة تتعارض والجزء الثاني من الحلقة اللي يترى فعلاً حسام حبيب هيكون متواجد فيه زي ما الكل قال تفاصيل كلها بعد ما نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام شفنا طبعاً شيرين عبدالوهاب مع إسعاد يونس في حلقة اتمنى عنها الإعلانات خلينا ده استوقف عندها زي النقطة طبعاً شيرين رفضت تماماً إن الحلقة يبقى فيها إعلانات عشان الناس ما تقولش إنها طلعة تتاجر بأحزانها زي ياسمنا عبدالعزيز اللي طلعت وتكلمت والحلقة كانت ترنت كبير قوي فناس كتير قوي بتحترم شيرين ورغبتها ده إنها طبعاً مش عايزة تعمل كل ده علشان الناس تقول لا ده أنت عايزة تتشهري أو عايزة فلوس وخلاص فعلاً الحلقة كانت بدون إعلانات تماماً إدارة دي ام سي مع صاحبة السعادة حبت واحترمت قوي قرار شيرين ونفذته إيه اللي حصل؟ شيرين عبدالوهاب مش أول واحدة تتطلق ولا آخر واحدة إيه المشكلة؟ المشكلة الكلام طول الحلقة شيرين الناس كلها بتقول إنتي قعدة تم تقولي كلمة حسام حبيب وخلاص قعدة بتلاقحي وبعتذر عن هذا اللفظ على حسام عما لا تقولي ده أماص وابن أمه وتفاصيل كتير قوي عن حياتكم الشخصية إيه اللي المفروض ما كنتش طلعت اتكلمتي فيها حسام حبيب ما ردش على كلامها مع صاحبة السعادة غير بصورة لي وقال كل عام وأنتم بألف خير طيب بنات شيرين بنات شيرين تكلموا في الحلقة قد إيه عن والدتهم وإن هي ستة قوية وكانت دايماً بتعيط وأكتر أوقات كانت يتنام يا تعيط لما بتكون زعلانة لما بتعيط ده بيكون بسبب حزنها على فراء حد بتحبه لما سؤلوا عن حسام حبيب قالوا بالعكس ده كان فترة صعبة قوي في حياة ماما وإحنا فرحانين باللي حصل لإننا خلاص بنكرهه طبعاً بنت شيرين لما قالت كلمة بنكرهه ديت حاولوا يعني لخبطوا الحلقة لأن ما ينفعش تطلع تتكلم في حاجة زي كده لكن شيرين عبدالوهاب طبعاً بطلتها اللي الناس كلها صخرت منها وقالوا لها إيه الفستان ده وعيب قوي وشكلك وحش وكلام من ده أنا مش هنتكلم بالشكل لأن دي خلقت ربنا حرام قوي التنمر لكن لو هنتكلم على طريقة شيرين كانت مستفزة إلى بعض يعني في بعض الأوقات مش لازم خلاص أنت اطلقتي مش لازم تطلعي تقولي كده حلم بكر قال لأ الطلاق لم يتم وهم ما زالوا متجاوزين وبيعملوا كل ده علشان يجروا وراء الترند ما اعتقدش أبداً أن شيرين عبدالوهاب فيه احتياج للترند أغنيها لوحدها مشهورة اسمها لوحده ترند ممكن حسام حبيب هو اللي يدور على حاجة زي كده لأن محدش كان عارفه بصراحة تفاصيل اللي بينهم في الطلاق وحلق الشيرين لشعرها قالت أنا مش عايزة حد يقلدني مش كل واحد هتطلق هتقوم تحلق شعرها قالت أنا لسه بحبه وهفضل أحبه بس في حاجات منعاني أن أنا أكمل معاه بنات شيرين بصراحة طلتهم كانوا جمال وأي واحدة معها بنتين زي كده ومشاء الله مشهورة وبتقدر تشتغل ما اعتقدش أنها لازم ترخص نفسها قوي وتطلب منه الجواز وهو يعيرها بدا ويقول لها أنت اللي طلبت الجواز مني وخربت بيتي الأول قالت كمان دي صفحة وقفلتها ومش عايزة أفتكرها تاني ويمكن تنتظروا مفاجأة جديدة المفاجأة دي يا جماعة ممكن تكون فعلا أن حسام هيصالحها في صاحبة السعادة في البرنامج الله أعلم لسه هنشوف جزء كمان صليم موسيقى موسيقى